ألو ألو والوليدة سبت العالم وشبارة عشاق الرجاء العالمي الفارق وصل لهذا المستوى بفضل المساندة وتشجيعات ديالكم باش تكونوا بجنب الفارق في التحديات المقبلة سارعوا استفيدوا متخفضات على بطاقة الاشتراك الاشتراك واجب على كل رجاوي للمزيد من المعلومات تصلوا بمكتب الاشتراك 05 22 96 45 11 05 22 95 45 11 عشاق الرجاء في كل مكان تحية ريادية رجاوية خاصة لكم مرحبا بكم في عدد جديد من موجز إخبار الأسبوع الخاص بنادي الرجاء هذه مغير منتظرة تلك التي حقق أن نصور مان فريق الفتح الرباطي برسم معجل جولة 13 من الدور المغربي المحترفين بهدف لسفر هناك بالعاصمة الرباط مما جعل المناصرين يطرحون أكثر من عالم استفهام حول مرضوض الرجاء داخل عطار البطول الاحترافية ما هي أسباب هذا التراجع ومتى سيحقق الرجاء للانتصارات بعد مونديال الأندية نقلنا هذه الأسئلة لللاعبين وأيضا الطاقم التقني فكان الجواب على النحو التالي وصراحة أنا أول حاجة نبغي نقوله وكان أعتادر الجماعيار دينا العارضة اللي كتبغينا وكتبغي الفريق دينا حتى نخاعب واحد الحب جنوني مرضاتش مؤخلا على شوية المستوى شافت ومقلق هذا حق مشروع له نظرنا نحن الأداء نرى هذا والأداء أدائي ما يكون في هذا المستوى ولكن نجعل هجومية وتشجيل أهداف هو اللي غيب هذا يقلق الطاقم التقني ونحن نجتهده باش رجعون شجلو الأهداف لأن بتشجيل الأهداف يمكن تحقق الانتصارات إذن كنظر الأسباب ما كيش أسباب اللي اللي ممكن يمكن تقلق الجامعي كل ما هوك وأن كيقدر يكون تسرع يقدر يكون سوء التركيز ما كيكونش تموضع سليم دي اللاعبين في خطة ديال 16 المتر ساي كونت هدوما اللي كنقول الهجوم يمكن نضيف علاته اللاعبين كنعرفو كأس العالم خد منهم واحد القسط كبير في الجانب الديهني والباداني وكنعرفو واحد مجموع ديال لاعبين ما خادش قسط مراحة هذا الشيء عادي يعني كيتأثر شوية اللاعبين هدوها مجموعة اللي كنقولها مود الفقاري ديال اللي ما خدت واحد القسط كبير تأثر هذه الشيء عادي تأثر المجموعة ولكن كي نوعي كي نوعي بهانا وهدو المرحلة ديال الي مرحلة صعبة لن تكون سهلة لأن الكل يستعدون للرجاء ونحن عدنا الوجهة الإفريقية اللي موعدون عنها يوم الجمعة فمسؤوليتنا كبيرة أمام الجماعير دينا باش نمشيوا بعيد إن شاء الله في عصبات الأبطال ومصال البطولة صراحةً كنقول ربقي ما فقدنا له شيء صحيح أننا فقدنا نوقات عديدة وصبحات المسؤولية أصعب ولكن إذا فارق الرجاء حصد نتائج إيجابية بشكل متوالي يمكن أن يربح نوقات ويسعد الأمام أكثر ويخلق تشويق في الدورة إيجاء الله فأول شيء كيفما شاب المتجبع والجمهورة جواب بصفعة معني مباراة كنا متسيدين في تلقينا هذا في بداية المباراة ونستطيعنا أننا نحق المحاولات التي جاءونا كاملة الفرص التي تتجير فهذا ما نشي نادي الفقر القدم فأهم شيء من نسبالينا هنا كلاعبين مهم أننا نهزموا مثل المباراة هذه باش أطعنا واحد شحنة واحد العزيمة وإرادة أننا نأخذوا واحد المنافسات واللي هاتش تكون منافسات يعني في الريتم ولا في الإيقاع المباراة يعني شي يكون صحيب وأننا منافسات ديال وشي تيعرف القيمة دياله وعني اللي احتر للخصوم اللي تتلعب معهم فانتمنى أقول الله يا زوجة أنه يكون هذا العامي اللي ملعبش ددنا في مباراة الفتحة أنه يكون إيجابي معنا هو أننا نحق بزاف ديال الأهداف في مباراة ديال داب باش مباراة للإياب نكون أمساعدات لنأخذوا بأحد أرياحية كبيرة الحمد لله فارق الرجال البيضاوي هو فارق كبير ومعود الجماعير دياله وعنته إيجابية تتمنى إن شاء الله بس رجعه اللي متعود عنينا الجمهور تتمنى إن شاء الله المقابلة دياليوم الجمهور بس نحقه نتيجة إيجابية يترجعنا إن شاء الله وترجع الجماعي الرجوية إن شاء الله كاتر القيل والقال حول الحالة السحية للدول المصري عمر زاكي وأيضا مدافع العيسر عادي الكروشي بتابع تصريح الدكتور عبد الرحمن موحي بيقربنا من الحالة السحية لللاعبين بالنسبة اللاعب الكروشي الحمد لله من ورافش دخل من مقابلة ديال الأفريق السيوت شفنا درنا لي فحوصات وذلك الشيء الحمد لله كانت عنده إن شرير ولكن في مرحلة الأخيرة ديالة ديال الإلاج نحن حاولنا نخدمه مع هدابة والحمد لله بالفحوصات اللي درنا وبالخدمة اللي خدمنا مع هدابة الحمد لله وموجود قام بتداريب هذي شيء درجة الحصة ثم يحس تشيء عراق نحن نخدمه مع هدابة مع البربراطور الفيزيك وإن شاء الله بإذن الله فهذا الحصة ديال اليوم في التدريب غي يدرب عادة مع اللعابة إذا حسبره ثم يحرك له ثم يلتحق فيه ابتداء من غدا ما كي تشيء مشكل بالنسبة لعمروزاكي بالنسبة لعمروزاكي كان عنده واحد الإصابة هذه الإصابة ليست بلغة شفنا الحمد لله شفنا أساتي دا اللي استشرنا معهم اللي نخدينه وش في طلوقت باش ناخده باش ناخده القرار وهذا شفنا كل واحد قل اقتراح واحد كانوا ججوة الاقتراحات بالنسبة لعمروزاكي فكرنا باش ما نمشيوش في هذا الجانب فكرنا باش بغي ياخد هو سبيسياليزي لأنه عنده جريبة وفايت تعابل مع ناسية الألمانية وفضنا باش 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 تكون عن طروزها ما في يكون ومرتاح ونفسية ديالة تبقى مرتاح ارتاعينا باش 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 يقدر يمشي يشوف هذا ما كي تشيء مشكل والحمد لله قاع الفحوصات اللي ذرنا لي هنا بواحد بواحد المثال اللي يرام هنا رامشي رامشي رام بصيبة في الخارج يعني رام بخدوه ألمان وحتى الطباء الحمد لله سيدي بروفيسوري اللي متبعين معنا الحالة دياله وناس اللي عندهم تجريبة ومن اللي يبغى هو يعرف عن طروزها ما في معنا تشي مشكل حنا في حالة مدام هو اللعاب غادي في المصلحة دياله احنا معنا تشي مشكل لأنه هو من هذا الشي كامل اللي بغي يرجع الميادين في أسرع وقت منسبة لي هو بغي يدير طريقة العلاج اللي ترجع في أقرب وقت ونحن معنا مشكل الحمد لله هو غادي يمشي غادي يشوف ذا بالرأي ديال البروفيسوري يمكن طبيب ديال في ألمانيا في مينيخ يمكن غادي لحاسب نغا يشوف الحالة دياله وغادي يقول لنا ونحن ذاك ساعة غادي نعرف واشنه كنا ما ممكنش نقوله بالضبط ولكن الحالة اللي ننأكد لك هو أن الحالة دياله ماشي إصابة بليغة ماشي شي حاجة اللي تطلب مدة طويلة ولكن هو اللعاب كيف ضل يرجع في أسرع وقت لأنه شي مشكل ها هو بدم ريح هذا قابل العلاج دياله قامنا الحمد لله بالحصاص الأولى كين واحد واحد تقريبا واحد نسبة كبيرة من تقدم في العلاج دياله بالعلاج الطيبي وبالأجوية اللي اعطاه الأستاذ اللي متبع معاها معايا أنا والحمد لله الأمور غادي تكون بخير هذا ولهات شي لكي تم تغيير مكان وزمان إياب دور تمهيدي لعصبة الأبطال الأفريقية التي وضعت الرجاء في مواجهة فريق ديامو ستارز السيرليون حيث ستجرى أطوار اللقاء بالعاصمة فريطون يوم الخامس عشر من فبراير الجاني في حين مباراة الذهب ستجرى بمركب محمد الخامس الجمعة مساء كتيبة النصور تواصل استعدادتها لهذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتفادي المفاجعات في مباراة العودة السيداتات كما ترون السيداتات عادية كجميع المباراة سيكون اختلاف في المباراة في التمهيدي كما قلت نحاول نحاول نفوز بأهدف كثيرة لكي لا نجد مفاجأة في الإياب نتمنى ان شاء الله باش اللاعبين يكونوا مركزين ما في الكفاية ونحقون نتيجة ان شاء الله أول شيء اننا منتلقوش هدف مباراة دينا خوصا ان انشاء عارفو العامل ديال المباراة يديل أدور تمهيديا تشكون الهدف في ميدان ديالك يعني خارج الميدان يتحسب دوبل يعني أول هاجة اننا نحاول اننا نقوم مركزين منتلقوش هدف مباغيت خوصا اننا الخصم ما كنتش وعد لاننا عندو معلومات على الخصم ولو الفارق اللي غلا هو ما فهدا غايز يدخلين اننا نكونوا حادرين خوصا في بداية المباراة يعني خسنا نكونوا حادرين باننا ما نتلقوش هدف ونحاولو اننا الهجومات اللي غاي تحطن لنا والفرص اللي غاي يسنحونا في المباراة اننا حقهم نترجموهم الهدف ومنكونوا سبارين يعني متل المباراة تشبو انك شكون سبار ومنش غايش نكون سريع ولا تسرع الحمدلله نتمنونونا عز وجل لنا ربي وفقنا نحق وحد ناجي ايجابي وفش رجعوش هني الواحد الصورة والوجه اللي اللي شافون عليه جمهور دي فريق رجع ابيضاو مؤخرا يشوفون عليه في منافسة افريقيا وخصصا انه جمهور دي فريق رجع ابيضاو كامل شج انسي استعنا ننفوزوا باللقب وان شاء الله اننا جميع المؤهلات خصصا اننا نحق وحد ناجي ايجابي سيطرق الجماهور اذا مشاهدين اللاعبين والطاقم التقني ينتظرون مساندة جماهورية في اولى مباريات الرجع داخل ايطار عصبة الابطال الافريقية هذا ما لدينا من اخبار لحد الساعة كنتم في رعاية الله